ولمزيد من المتابعة ينضم إليه من بروكسل سلامة عطلة ليضعنا في آخر التفاصيل حول هذه القضية إذن إليك سلامة مؤتمر أمين عام حلف شمال الأطلسي يأتي قبل انعقاد اجتماع وزراء خارجية الدول الحلف غدا لمناقشة الوضع القائم وتحديدا ما يتصل بالسلوك الروسي وما أضيف إليه مؤخرا بمهاجمة روسيا لسفن أوكرانية واحتجازها لطواقم بحارة وعرقلت الملاحة في بحر آزوف هذه التحديات تصلت الضوء مرة أخرى على إخفاق العقوبات الغربية بردع السلوك الروسي وبالتالي يحاول الآن حلف شمال الأطلسي وكذلك المؤسسات الأوروبية دراسة الرد على هذا السلوك هناك يبدو مسارا مزدوجا ويبدو متناقضا مزيد من التواصل والحوار مع موسكو في نفس الوقت التلويح بتجديد العقوبات التي يفترض أن تنتهي نهاية هذا العام أو إضافة عقوبات جديدة بهذه المسارين يحاول الحلف الغربي أن يرسل رسالة بأنه لا يزال موجود وقادر على حماية المنطقة الأوروبية والقارة الأوروبية رغم أنه لم يستجب كما قالت مصادر بما يكفي للمطالبات الأوكرانية بحماية أوكرانيا عبر حلف شمال الأطلسي طيب هل يعني أن الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي يتحدث ويقول نحن ندعم بشكل كامل أوكرانيا هل معنى ذلك أن موسكو تبين لديهم أن كانت هي من ارتكب الغلط ويجب أن تعترف بذلك أم أن الموضوع هو نكاية بموسكو يتم الاعتراف ودعم أوكرانيا كذلك أولا ليس مجرد اتهام وإنما إثبات لدى الأطلسي بأن روسيا قامت بنشر صواريخ تتجاوز المعاهدة التي وقعت عام 87 بين الطرفين للحد من الأسلحة النووية متوسطة المدى وحضر فئة كبيرة من الأسلحة نعم سلامة ولا شك أيضا لدى الأطلسي بأن روسيا هي من يعني تعطل حركة الملاحة في بحر آزف ولكن الرد كما قال الأمين عبدالله أشكرك سلامة عبدالله مراسل الغد بتأكيد سأكون معك في المشرات القادمة لمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع أشكرك مجددا سلامة عبدالله